مع الشثري سننهل من وصايا ضمخة بأنوار السماء تهاتت للورى مثل الهدايا موشحة بأذواب البهاء بهالشثري يبين للبغايا وينصح للأحبة في إخوة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن مما تمدح به الدول ويكون سببا من أسباب الثناء عليها النهضة العمرانية التي تكون فيها وذلك أن هذه النهضة تتضمن عددا من الأمور منها تمكن الناس من السكنة بوجود المساكن التي تؤويهم ويتمكنون بواسطتها من أن يأغوا إلى مساكنة ينامون فيها ويهنؤون فيها ويقضون حوائجهم ويجتمعون فيها وهكذا أيضا تكون لهذه النهضة آثار في الأمور الاجتماعية من خلال تمكن الناس من التزاور والاجتماع وكذلك يكون لها أثر اقتصادي بوجود المكاتب التجارية والمحال التي تكون سببا من أسباب وجود الأعمال التي يزاولها الناس وهذا يجعل الإنسان يثني على أولئك الذين لهم مساهمة في هذه النهضة العمرانية والذين لهم مساهمة على أنواع أولهم المهندسون والمكاتب الهندسية التي تقوم بالتخطيط والتهية سواء كانت مخططات لمساحات شاسعة أو مخططات المنازل بأنواعها فهؤلاء المهندسون لهم أثرهم الجميل في ترتيب منازل الناس وتحسينها وجعلهم يستخدمونها بأحسن أنواع الاستخدام إن تطور الإجراءات الهندسية وتغيرها ما بين وقت وآخر يجعل الإنسان يثني على أولئك المهندسين الذين يقومون بجعل الناس ينتفعون بالإجراءات الهندسية وبأنواع البنيان لا شك أن المباني تحتاج إلى ترتيباً وتهيئة هندسية في أنواع المواد المستخدمة فيها وفي أنواع التمديدات بأنواعها ومن ثم يقدم المهندسون وتقدم المكاتب الهندسية آراء ومقترحات جميلة تخدم الناس في هذا الباب وكذلك لا ينسى المرء أولئك العقاريون الذين يقومون بشراء الأراضي وترتيبها وتقسيمها وتهيئتها وتطوير المخططات إن هؤلاء العقاريين لهم أثر جميل في مجتمعاتهم فهم لبنة أولى من اللبنات التي تهيئ للناس مرافق ينتفعون بها سواء كانت من المساكن أو كانت من المحال التجارية أو كانت مكاتبا ينتفع الناس بها بأنواع الانتفاعات ورد على أصحاب المقاولة أن يتقربوا لله جل وعلا بإحسان ترتيبهم للمخططات التي يقومون بتخطيطها وتهيئتها إن وضع الشوارع الجميلة الفسيحة من مهامهم التي يشخرون عليها وهكذا تهيئت ما يحتاج إليه الناس من مرافق سواء كانت من الحدائق أو من المدارس وأعظم من ذلك ما يتعلق بالمساجد التي يكون لها أثرها الجميل على أهل الحي سواء في ترابطهم واجتماعهم أو في أدائهم للعبادات بأنواعها أو في تفقد بعضهم لبعضهم الآخر أو في جعلهم يتفقدون أبناءهم ويكون بينهم من العلاقة والبهجة ما يكون مؤثرا تأثيرا جميلا على نفسياتهم وهكذا في بقية المرافق التي تكون في الحي إن تهيئة الحي ليكون مجتملا على ما ينتفع به أصحاب الحي من مواطن الاجتماع ومن مواطن المحال التجارية ومن سعة الشوارع ومن الحدائق التي تكون سببا من أسباب بهجة النفوس وهكذا أيضا تهيئت الأراضي من جهة مداخلها ومخارجها ترتيب دخول أهل الحي إليه وخروجهم منه كل هذه أمور يحسن فيها المقاولون ويحسن فيها العقاريون ويرتبونها الترتيب الجميل وهكذا فيما يتعلق بالمقاولين الذين يقومون بالبنيان فإن المقاولين متى أدوا أعمالهم على أكمل الوجوه وأحسنها كانوا بذلك ممن لهم أثرهم في مجتمعهم ويقدمون خدمات جليلة للمجتمع إن المقاولة عليه مسؤولية كبيرة من جهات متعددة ولذلك نغبط لهؤلاء المقاولين ما يقومون به من أداء هذه المسؤوليات ومنها أن يعتنوا بالتزام المخططات التي تصل إليهم من المهندسين الذين قاموا بترتيب وتنظيم كيفية بناء البيت والتزام الإنسان بهذه المخططات يجعل الأداء الذي يؤديه على أكمل الوجوه عند المهندس من القدرة على معرفة ما يعود بالنفع وما يكون مضرا بالمسكن ما يجعل المقاول يلتزم بما يرد إليه من مخططات هندسية وهكذا فيما يتعلق باختيار المواد التي تستخدم في البناء سواء كان من أنواع البلوك أو من أنواع البويات أو من أنواع الزخارف أو من أنواع الجبس أو من غيرها من الأدوات المستخدمة إن إتقان الإنسان لعمله له من الأمانة التي يؤتمن عليها العبد والتي سيسأل عنها يوم القيامة وهكذا اختيار الموظفين والعمال ومن يقوم بمزاولة الأعمال بحيث لا يوكل بأداء مهمة إلا من كان مختصا فيها ومن عرف بالتجربة والخبرة قيامه بأدائها على أكمل الوجوه ليس أداء الأعمال المقاولية لكل شخص وإنما يختار الإنسان من كان مختصا في تلك الأعمال ومن ثم ففرق بين المختص بالسباكة والمختص بالتمديدات الكهربائية فالأول له عمله وله إنجازه والثاني له خصائص فيما يتعلق بأدائه لمهام عمله ومن ثم يعطي كل واحد ما يتناسب مع خبرته ومع أدائه لعمله كم من إنسان أوكل مهمة ترتيب البلاط مثلا إلى غير مختص فكان ذلك من أسباب وجود نزول البلاط وعدم انتظامه وعدم ذهاب الماء عند غسل موطن ذلك البلاط والسبب في هذا أنه قد اختير لهذه المهمة من لم يكن مختصا بها وهكذا أيضا فيما يتعلق بأداء الصبح على أنواعها سواء في اختيار نوع الحديد أو في اختيار نوع الإسمنت الذي يوضع أو في غيرها من المواد وهكذا فيما يتعلق بالإبلاغ عن مقدار ما سيستخدم من المواد ليتق الله ذلك المقاول فلا يأخذ من المواد إلا ما يحتاج إليه البناء فإن الزيادة في الطلبات في المواد بما لا يحتاج إليه البناء من أنواع الخيانة التي لا يجوز للمقاول أن يقدم عليها إن اختيار الإنسان للمادة المناسبة بالمقدار المناسب وإيكال العمل لمن هو مختص في ذلك العمل له من أسباب البركة في المال ومن أسباب رضا رب العزة والجلال ولذلك متى قام المقاول بعمل يخالف هذه الأمانة فإنه سيدخل على نفسه مالا محرما وبالتالي يرثه ذلك عقوبات دنيوية وأخروية ومتى كان المقاول صادقا يعرف بالصدق وثق الناس فيه ووثق في أعماله ومن ثم يكون سببا من أسباب توسعه في الأعمال ومن أسباب كونه يحصل على أعمال مختلفة متعددة ومبدأ الأعمال هو الثقة بأصحابها فمتى كانت هناك ثقة بأصحاب هذه الأعمال فإنه من أسباب كثرة العمل والإنجاز عندهم أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يقيكم آثام إفساد أموال الآخرين أو التسبب في هلاك بعضهم بسبب عدم إنجاز أعمال المقاولات على وجهها بارك الله فيكم وبارك الله لكم وأسبب عليكم نعمة وجعلكم من الموفقين في كل أموركم هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مع الشثري سننهل من وصايا مع الشثري سننهل من وصايا ضمخة بأنوار السماء تحادت للورى مثل الهدايا موشحة بأذواب البهاء بهالشثري يبين للبغايا وينصح للأحبة في إخادي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر